موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي كل عام ونتو بألف خير إن شاء الله أصدقائي بهذا الفيديو رح نحكي عن شغلات كتير مهمة ورح نحكي عن عرض رأى جدا بشركة أوفر تورو وعملنا يعني رفع كبير للنقاط بشركة أوفر تورو أصدقائي بالنسبة للأشخاص ينعم يسألوني عن سياسة التطبيق أو طريقة استخدام التطبيق كل شي مسموح كل شي مسموح بالتطبيق وبإمكانكم تسحبوا أي شي بدكم يا وتشتغلوا على أي شي بدكم يا لكن تكرار العروض هذا الشي ممنوع يعني أنت مثلا سويت عرض لنفترض على شركة فايبر أو أوفر تورو أو أي شركة إن كانت ما بتقدر أنت تنفذ هذا العرض مرة تانية على نفس الشركة يعني ما بصير تكرره مرة تانية على نفس الشركة مباشرة لازم تنتظر أقل شي ثلاثة أيام لحتى ترجع تعيد العرض مرة تانية على نفس الشركة ما في أي مشكلة يعني بالأسبوع إذا بتكرر العرض مرتين ما في أي مشكلة أو يعني حسابين بالأسبوع بالنسبة لشركة الألعاب أصدقائي هذا الشي كمان مهم جدا شركة الألعاب مسموح لكم حسابات لنهائية لكن في بعض الأشخاص بصراحة عم يسووا الطريقة التالية وهي الطريقة ممنوعة 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 عم يشتغل على شركة الألعاب على المحاكي مثلا الفون جاجا عم يشتغل عليه وبعدين عم يرجع يمسح البيانات ويرجع يسجل بنفس اليوزر نيم ويرجع يشتغل على الألعاب مرة تانية على نفس الحساب يلي جمع منه أول مرة هاي الشغلة غير مقبولة أبدا أبدا ويعني وبدو يتم حظر الأشخاص اللي عم سووا هاي الشغلة هاي الشغلة عم تسبب لنا ضرر كبير أوكي بدك تشتغل على شركة الألعاب إمكانك تشتغل على المحاكي تجمع نقاط تسحب تروح تسجل بيوزر جديد ترجع على شركة الألعاب وبتسحب ما في عنا أي مشكلة يعني بتسووا حسابات لنهائية لكن ممنوع أنه على نفس اليوزر تشتغل مرتين على شركة الألعاب أوكي أصدقائي حاليا رح نتوجه لشركة الأوفر تورو طبعا نضفنا شركات استطلاع يلي يحب يشتغل عليهم كلياتهم بيحسبوا نقاط متل مو شايفين في عندك هون البيت لابس وفي عندك سي بي اكس وفي عندك الامبراين وفي عندنا شركة الاستطلاعات الأساسية متل مو شايفين هاي هي موجودة هون بإمكانكم تشتغلوا عليها وبتحسب نقاط هدول الشركات الموجودات أصدقائي رح ندخل على شركة الأوفر تورو رح نحكي عن العرض يلي رح نشتغل عليه اليوم متل مو شايفين هاد هو العرض أصدقائي العرض بينجو بليتس متل مو شايفين بيعطيكم 400096 نقطة عرض بينجو بليتس شغلة مهمة جدا أصدقائي هاد العرض بيشتغل تقريبا على كل الهواتف بشركة الأوفر تورو فلذلك شرحت لكم إياه أصدقائي هاد العرض فيه شغلة كتير مهمة بيظهر معك وبيحسب معك على سيرفر ديني مارك يعني أنا حاليا عم تشتغل على دولة الديني مارك بالماستر يوم في بيين طيب أصدقائي مشان يحسب معكم هاد العرض ركزوا معي كتير لازم ضروري جدا أنه تضغط على العرض وتحمل العرض وتشتغل على العرض وأنت بالفي بيين يعني إذا بتشتغل بدون في بيين خلص ما رح يحسب معك العرض أو ما رح يخليك تكمل باللعبة متل مو شايفين حاليا نحن توجهنا على المتجر ما بتطفي الفي بيين بتكمل بالفي بيين وبتحمل العرض بالفي بيين وبتلعب باللعبة بالفي بيين طيب رح تسألوني يا حسام نحن بعد ما نحمل اللعبة إذا فصل معنا الفي بيين ما في مشكلة ترجع بتشغل VBN ولكن على نفس الدولة دينيمارك لحتى ما يعطيك ريجيكت داخل الشركة يعني لحتى ما ترفض لك شركة أوبرتورو العرض فخليك على نفس الدولة يعني راح تثبت العرض وتشتغل على العرض بالVBN العرض سهل كتير بيطلب للليفل 50 خلينا نخلص العرض أصدقائي ويشوف كيف راح يحسب معنا النقاط يا حبابي متل ما شايفين حاليا أنا حصلت على 4000 و 96 نقطة من هذا العرض إذا راح نروح على المعاملات اللي أنا مسويها متل ما شايفين هون عرض أوبرتورو أصدقائي العرض سهل جدا وبيخلص معك بوقت قصير جدا أصدقائي راح أترك لكم شغلة مهمة جدا بالعرض راح أترك لكم رابط موقع بتقدروا بتاخدوا كوينزات لحتى تخلصوا هذا العرض بطريقة سهلة جدا 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 أوكي أصدقائي طبعا مثل ما حكيت في ناس كتير عم تحكي لعن شروط التطبيق أصدقائي شروط التطبيق مثل ما حكينا شركة الألعاب بتقدر أنت تسوي عدد لا نهائي من الحسابات بالنسبة لشركة الألعاب لكن يوزرات مختلفة يعني إذا أنت عندك يوزر نيم سجلت بيوزر نيم جمعت من الألعاب بعدين رحت مساحة المستنسخ ورجعت من أنت سجلت بنفس اليوزر بشيء كمان ترجع تلعب برة تاني بالألعاب هاي الطريقة مرفوضة بدك تلعب مرة تاني بتسجل بحساب جديد وبتلعب وبتجمع نقاط وبتسحب وبصلك تسحب بدون أي مشاكل مثل ما حكينا بنسبة تكرار العروض أصدقائي مسموح حساب حسابين كل أسبوع وإن شاء الله أصدقائي يعجبكم هذا الفيديو وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات قادمة